السلام عليكم وإياكم محمد خان هذا هو الفيديو الثاني من سلسلة Dental Management of Medically Compromised Patient سنبدأ نأخذ أول شيء Cardiovascular Diseases سنأخذ أول مرض ما هو Infective Endocarditis سنأخذ Definition سنعرف ما هو هذا المرض سنأخذ تقسيماته بعدها سنأخذ Clinical Presentation ما تعرف إذا بيشنت إجاك عند هذا المرض ما تميزه وبعدها سنذهب إلى أهم شيء ما هو Dental Management سنرى ما إن شاء الله مفهوض نفعلها ومن نطي أنت بايتك ومن نطي حتى نحمي البيشنت من خطر الإصابة بشنو؟ بال Infective Endocarditis فبدون أي مقدمات زائدة يلا نبدأ الدرس أول شيء نأخذ Definition أو تعريف ال Endocarditis أو ال Endocarditis بالتحديد شنو؟ أقول شيء يحدث أو حالة مرضية تحدث في الجسم الإنسان شنو اسمها؟ اسمها الباكتيريميا الباكتيريميا عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن توجد باكتيريا في البلود ستريم معناها شنو؟ عدنا باكتيريا توجد بالبلود ستريم شنو سببها؟ واحد من الأسباب مثلا ال Dental Extraction أو خلع الأسنان أي عملية بريدونتك مثلا سيرجوري نحن نسويها رح تضمن شنو؟ رح تضمن نحن نقص رح يصبح لدينا بليدنك ونعرف أن الفم مملوء بالبكتيريا فهذه البكتيريا مرات تروح إلى البلود ستريم بعد شنو يصبح تصبح بالبلود بعد شنو تدخل القلب إذا كان بي أي دفكت سواء كان او كان خلقي يعني خلقي او متحصل عليه ويعمره مثلا سنقول إذا عندنا مشاكل بالصمامات هاي الصمامات مع القلب اللي هي شنو تفصل لنا ما بين شنو مالقلب إذا كان عندنا تهدل بالصمام أو صمام ما يغلق بشكل صحيح أو صمام يكون أطول من النورمال أو كان عندنا دفكت مثلا بالحائط مثلا يكون عندنا الشنط اللي هو شنوة؟ الشنط عبارة عن شنوة؟ شنوة عن فتحات القلبية نسمى عليها أو كان عندنا شي اسمه كونديوتس اللي هو شنوة؟ اللي هو أي مجرى مو طبيعي موجود شنوة داخل الشامبرز مع القلب هاي شاء الله شنو ممكن تسوينا؟ لما يكون عندنا بكتيرينيا شنو رح تسوي؟ البكتيريا لما رح تدخل رح تترسب بالمكانات اللي إحنا قلنا عليهم بالدفكت فلما يصير ترسب للبكتيريا بالدفكت شنو رح يسوي؟ رح البكتيريا هاي رح تتكاثر ورح تزيد مثل هاي الطريقة مثل هاي ما تشوفون ما ترسب على شنو؟ على الفالف فلما ترسبت على الفالف شنو سويتنا؟ سببتت لنا شي اسمه انفكتف اندوكارداتيس هذا هو الاندوكارداتيس باختصار عبارة عن التهاب يصير لما يكون عندنا بكتيريا في البلودستريم لما يكون عندنا القلب بأي دفكت ممكن يخلي هاي البكتيريا تترسب فلما نجي يشوف تعريف مع التهاب انفكتف اندوكارداتيس ميكروبيال انفكشن عبارة عن انفكشن يصير عن طريق الميكروبات أو شنو عبارة عن طبقة الداخلية من الهارت فالف ميكروبيال انفكشن بالكونجينتال او اكوايرد كارديك دفكت شنو قلتك اننا هذا يصير ليش؟ لم يكون عندنا كونجينتال او اكوايرد ديفكت صاير بالقلب ممتاز نجي تلك الشي جنوة اللي هو الكلاسيفيكيشن او شون نقسم الانفكتف اندوكارداتيس قابل شنو كان يقولون كان يقسموه الى اكيوت وسب اكيوت يعني يكون حاد تيجي الاعراض بسرعة او سب اكيوت تيجي الاعراض شنو بشكل تدريجي طبعا هذا التقسيمة قالوا انها تقسيمة الصراحة مو تقسيمة دقيقة فقسموها على حسب شنو على حسب الكوزيتف مايكرو ارغانيزم شنو على حسب منه مسبب الاندوكارداتيس طبعا اكثر شيء و اكثر شيء كومن شنو اللي هو البكتيريا وبالاحراء والستفيلوكوكل طبعا خلوا ببعلكم شغلة انه هو يسمى بالبكتيريا الاندوكارداتيس بس هو الامانة يقدر يسببها الكانديديا اليجنية اللي هي نوع من الفنغس في حالات نادرة الاندوكارداتيس يسببها يسببها الكانديديا انفكشن فهي شيء خلوا ببعلكم فمصطلح بكتيريا الاندوكارداتيس يعتبر مو دقيق جدا بس هم يعني مستعمل هو الأفضل شنو نقول نقول انفكتف اندوكارداتيس التقسيم الثاني هي التقسيم الثاني على حسب الفالف اللي هو صار الانفكشن طبعا مثلما قلنا اكثر شيء سيكون ديفكت بالفالف او لما يكون الفالف او صناعي فلما نقسم شنو نقول ان اندوكارداتيس صارت لبيشنت عند نيتف فالف مجرد ان عند فالف بالقلب بس ممكن يكون بهم اي ديفكت او مثلا مرة اقول تقسيم الثانية نقول بروستاتيك فالف كارداتيس ماذا معناه؟ هذا الانفكت اندوكارداتيس لانه عنده بروستاتيك فالف لانه سيكون بالفالف مراهة يكون رف سيرفس مراهة يكون اي شكل من الاشكال يجعل انه يتترسب على البكتيريا وسبب انها اندوكارداتيس فهي تقسيم الثانية التقسيم الثالثة هل هو ما انى معناه هل احصلنا علاه الانفخشم أده ت jumbo من الوسط او من العياد الاصناع او من الامث unit والذي هو الي هو النورمل ديته و لاي يعلمه هم IV فحطي لهم classification ثاني patient is intravenous drug user يستعمل IV وهي اللي سببت له شنو سببت له ال infective endocarditis ممتاز طبعا هسا عرفنا التعريف حسنا نجي نشوف ال complication طبعا ال infective endocarditis عبارة عن medical emergency عبارة عن مرض خطير جدا ليش لان باختصار complication malta هي complication اللي ممكن تهلك القلب وممكن شنو ممكن تقتل المريض فانو نجي نشوف ال complication موجودة بها جميع الشغلات اللي شنو اللي هي ممكن ان هي تقتل ال patient myocardial infarction vulve dehiscence heart block aneurysm death هاي الشغلات كلها ممكن يسببها شنو يسببها infective endocarditis ك complication فهذا شي مهم جدا ان احنا هسا نحطيكم شون نعرف ان ال patient هذا عنده infective endocarditis لانه في يعني انك انت لقيت ان ال patient هذا عنده مفوض ش سوي انت مفوض سوي الى الفيرل حتى يعالجوا ممتاز اذا شنو نأخذ نأخذ ال clinical presentation راح نجي نشوف اذا ال patient هذا عنده infective endocarditis انت شون تعرف هذا الشيء انا هسا ما راح تكلم على شنو ما راح تكلم على ان احنا ال patient هذا ممكن نسبب له infective endocarditis لا احنا راح نتكلم على patient ايجاك شون الشغلات اللي تشوفهم وشون الشغلات اللي ممكن انت يبينون على ال patient تعرف ان هذا ال patient شنو عنده عنده infective endocarditis طبعا 95% من 85 الى 95% راح تلقي عندهم fever راح تلقي عندهم حرارة حرارة زايدة ان شاء الله الثاني اللي انت ما راح تقدر للأسف انك انت تسوي لها assessment راح تلقي انه 80 الى 85% من ال patient شون راح تلقي عندهم شي اسمه heart murmur شنو معنا هاي عبارة عن ان patient او ان الطبيب القلبية لما يجي يفحص القلب من هذا ال patient لما الدم يطلع من واحدة من ال valve راح يطلع مثل صوت الوشة ش ش ش ش ش ش ش دليل دليل على ان هذا ال valve يعني صاهر بمشاكل هذا ال valve مو طبيعي فهي شنو تسمى هاي تسمى بال heart murmur الشي الثالث شنو هو اللي هو positive blood culture معناها لما تجي يتحلل الدم مع patient راح شنو تنلقي راح نلقي عندنا بكتيريا positive موجودة وين موجودة داخل البلد ستريم طبعا هاي الشغلة كاتبين ان هي ثلاثين بالمية absence بال patient اللي عندهم infective endocarditis مرة ال patient يكون عنده infective endocarditis ولما تجي تسوي له blood culture او مثلا لما تشوف اي تحليل جايبه اياه ال patient راح تجيشنه راح تلقى مرات بثلاثين بالمية من ال patient راح تلقى ان هو ما عنده فراح تقول ان هذا ما عنده بس هو للامانة اا اكو يعني اكثر من الربع يكون ما يبين عندهم انه اكو بكتيريا داخل البلد طبعا قال لو اكو بعض المعامل اللي هي تحليل مرتها ممتاز ممكن تنقص هذا الشي الى 5 بالمية بس هما يتكلمون على شنو يتكلمون على نورمال فقال لك ان 30 بالمية ممكن تكون absence هاي الشغلة ممتاز حسو شنو نجي نجي للساينز راح تلقى ان هذا ال patient شنو عنده عندي شي اسمه وين موجودة موجودة باليد وموجودة بالقدمين اذا تجي تشوف رجله شنو راح تلقي عنده مثل عبارة عن شنو عبارة عن هموريج صغير ساير وين ساير ساب كوتينيوس تحت الجلد بهاي الطريقة شالله ثاني شنو هتلقي شغلة وهاي ممكن مرة تسئلوك عليها بالامسي كيو هتلقي شي اسمه اوسلر نود هاي اسم الشخص اللي اكتشافه اوسلر نود عبارة عن شنو عبارة عن حتى هو ليجين يصير باليد عبارة عن مثل هموريج يصير باليد هاي شنو اسمه اوسلر نود ممتاز شغلة ثالثة طبعا هاي نفسها اللي هي شنو اللي هي اللي هي الاوسلر نود تجي شنو تجي باليد ورح تلقي ان هذا البيشن شنو عنده عنده هاي شنو قلنا المحاضرة الاولى اللي يفهموها هاي اللي هي ماذا ما قلنا انه لما تصير معنا هذا البيشن عنده هارت بروبلوم او بولومناري بروبلوم فهاي شنو هاي الشغلة تصير تقريبا بعد اسبوعين طبعا خلوا ببالكم ان هاي السبتمز تطلع على البيشن بعد ما يصاب بالإنفكتيف اندوكارداتيس باسابيع وهو اصلا الانفكشن يصير للبيشن بعد البروسيجر مثلا اذا كان من الاسنان يصير بعد البروسيجر بالعادة باسابيع او حتى شهور تخيلوا يعني مرات التخالع لقبل شهرين ويصير الى انفكتيف اندوكارداتيس هاي شي وارد جدا فهاي الشغلات السبتمز تطلع على البيشن بعد اسابيع من انه هو يصاب شنو بالإنفكتيف اندوكارداتيس فباختصار لما تجي تشوف بيشن عنده حرارة وبعدين اذا جاب لك تحليل تحليل هذا يثبت انه عنده باكتيريميا بعد ان تشوف ايديه وتشوف رجليه شنو تلقي تلقي عنده وتلقي عنده عبارة عن كلبينج فنجر هو ما كان عنده وتلقي عنده وتلقي عنده هاي البيتيك هاي اللي صايره بالقدم شنو تشك وتشك ان هذا البيشن عنده عنده انفكتيف اندوكارداتيس ولو هو ما كان حاسب هذا الشي مفوظ شنو تسوي سوي له ريفرال الكارديولوجيست لطبيب اخر حتي شنو حتي سيسوي لها مانجمينت الهاي المرض ممتاز جدا حسابا معرفنا الكلينيكال بزنتيش رح نيجي الاهم شي اللي هو او شون احنا نسوي الاجراءات حتى نمنع ان البيشن شنو يصير له انفكتيف اندوكارداتيس ليش لانه يلومون الناس ان الطبيب الاسنان هو واحد من المسببات مع انفكتيف اندوكارداتيس بس قبل لا نبدي بس هاي دراويكم النسب اللي ممكن يصيب بها الشخص اللي عنده هارد ديفكت شقد النسبة اللي تصير بها انفكتيف اندوكارداتيس طبعا لاحظوا ان الانفكتيف اندوكارداتيس عبارة عن رير ديزيز مرض نادر جدا بس خلطيكم الارقام حتى تكون عدكم دراية اللي عنده مترال فالف برو لابس اللي هو شنو اللي عنده تهدل بالصمام المترالي حالة واحدة من واحد فاصلة واحد مليون بروسيجر بالاسنان يسويها اذا فات الواحد يعني شخص واحد من مليون بروسيجر اكثر من مليون بروسيجر رح يصيب بشنو؟ رح يصاب بالانفكتيف اندوكارداتيس لما يكون البيشنت عنده كون جينيتل هارد ديزيز رح يكون بيشنت كل اربعمية وخمسة وسبعين الف بروسيجر ما الاسنان سويها لازم حتى بيشنت واحد يصاب بشنو؟ بالانفكتيف اندوكارداتيس نجي بعدا شنو اللي عنده بروستاتيك كارديك فالف طبعا شنو اللحظة انه هي جاية قل للنسبة يعني هذا معرض اكثر واحد كل مية واربعة عاش الف واخر واحد واكثر واحد اللي هو معرض انه يصير لانفكتيف اندوكارداتيس من هو اللي هو عنده بريفيوس انفكتيف اندوكارداتيس اي بيشنت عانى سابقا من الانفكتيف اندوكارداتيس رح يكون شنو؟ رح تكون حالة واحدة كل خمسة وتسعين الف دينتل بروسيجر لاحظوا انه هو مرض رائر لكنه قاتل ومدكارداتيس فهذا الشيء مفهوظ احنا ما نستهين به لما نشوف البيشنت لما نشوف الكريتيريا سناخذ شنو؟ سناخذ من هو البيشنت اللي ينطبق عليه الانفكتيف ومن البيشنت اللي موجود وشنو انشاء الله مفهوظ اللي لا نسويها بالعيادة طبعا سابقا شنو يقولوا مثل ما قلنا قلنا ان هذا الشيء كانوا يلومون علي اطباء الاسنان لان اطباء الاسنان هم اللي يسببون الانفكتيف اندوكارداتيس بس شنو سووا دراسة لاحظوا ايه هذا الجراف تثبت شنو؟ تثبت ان الديلي روتين يسوي البيشنت ممكن يسبب باكتيريميا وهذا الشيء ممكن يسبب حتى شنو؟ يسبب انفكتيف اندوكارداتيس للبيشنت من قبل ما يكون شنو من قبل ما يلومون موضوع ان الدينتست هو اللي يسبب انفكتيف اندوكارداتيس لمثل ما قلنا ان الاعراض تطلع بعد اسابية مرات فمرات شنو؟ لان الطبيب لما يجي شخص رح يدوه رح يقول من يسببها هو البيشنت او مثلا طبيب الاسنان فلاحظوا ايه ان التوث اكستراكشن نسبة ان يصير باكتيريميا 10 الى 100 بالمئة مرات على حسب شنو؟ على حسب مكان السن على حسب الانفكشن اذا كان بالسن وكمية مثلا اذا عندها باس او شيء فهاي تختلف طبعا بريدونتل سيرجري طبعا هاي الشغلات اللي احنا نسويها بالعيادة بالاسلام بس اريد اركز على هذولك لاحظوا ايه الحائق الديلي روتين اللي هو شنو اللي هو يستعمل البيشنت لاحظوا ايه ان التوث براشنج والفلسنج ممكن تسبب من 20 الى 68 بالمئة باكتيريميا ممكن يستعمل الود الودن توث بيكل اللي هو شنو عود الاسنان ممكن من 20 الى 40 بالمئة حتى تشوينج فود يوصل الى 50 مئة يعني البيشنت اذا ينضخ اكله يوميا اكو احتمالية 50 مئة ان هو يصير عنده شنو؟ يصير عنده باكتيريميا فهل طبيب الاسنان هو المسبب؟ هذا الشي ما نعرفه احنا بس اللي نعرفه واللي المفروض نسوي شنوه ان احنا نعرف من هو البيشنت المفروض ناخذها احتياطات وشنو احتياطات مفروض ناخذها هذا الجدول يلخص من هو البيشنت اللي مفروض هنشنو نسوي نطيه انتيبيوتك بروفالاكتك يعني شنو؟ معناها نطيه انحنا نطيه انتيبيوتك قبل لا نشتغله حتى شنو؟ حتى نقلل او نمنع خطر الاصابة او نمنع ان هذا البيشنت شنو يدخل؟ يدخل بإنفكتيف اندوكاردايتس طبعا القائمة طويلة بس هي سهلة جدا وبسيطة طبعا هاي الريجليشن الاخيرة قبل كان اكو ناس بس سنتر اف هارد ديزيز شنو نسوه؟ شالو ناس هواية وحطوهن الاربع اشخاص هذولي ممتاز من اما اول شي اي شخص عنده بروستاتيك كارديك فالف اي شخص يجيك للعيادة وتاخذ منه ميديكال هستوري يقول لك الدكتور انا عندي بروستاتيك كارديك فالف خلاص هذا الدخل شنو؟ لقائمة الناس اللي ستطيهم انتيبيوتك قبل لا تشتغلهم ممتاز اي شخص مثل ما قلنا عنده بريفيوس انفكتيف اندوكاردايتس يجيك البيشنت يقول لك الدكتور انا مثلا قبل ترصيرت لي انفكتيف اندوكاردايتس هذا دخل بالق قائمة انت رح تطيهم انتبيوتك ضروري نجي للقائمة الثلاثة اللي هم قسمه الى ثلاثة اشخاص اللي هو الكونجينتال هارد ديزيز معناها اي بيشنت عنده كونجينتال هارد ديزيز بس شنو مقسمه الى ثلاثة اقسام سهلة جدا رح نقسم هاي التقسيم الى شنو الى بيشنت عنده انريبيرت هارد ديزيز معناها عنده اي مشاكل غير مصلحة يعني ما سوى اي عملية وما صلحهم باي نوع من السيرجوري هذا الـ patient شنو نطي انتبيوتك بروفيل اكتد ومثل منه مثل لعدهم شنو ما الشنو ما شنو ما مثل ما كنده فتحات بالقلب او كونجينتال هارد ديزيز بما هو مثل المجاري تصير غير طبيعية داخل القلب ممكن تسبب منه شنو امفسكتيف اندوكاردايتس ممتاز هذو الاولين اللي هما شنو بالكونجينتال هارد ديزيز بس ما مسمى له اي نوع من انواء الربير ممتاز الثاني منوها الثاني اللي هو اي عملية فتح ديزيز هذا شخص عبارة عن عنده كان وقامل كامل جدا واخذ بروستاتيك ماتيريال او اخذ ديفايس عن طريق سيرجري بس هذا البيشنت شنو العملية اللي سواها ما الريبير في ستة اشهر من انه هو اجاك للدنتل كلينيك هذا شي مهم جدا معناها شنو معناها لو اجاك بيشنت قالك انا كان عندي كونجريتال هارت ديزيز بس صلحته يا امت صلحته ولا صار لي خمس تشهر هذا تطي انتبياتيك بروفالاكتك لو قالك انا كونجريتال هارت ديزيز وصلحته صار لي خمس سنوات هذا لا هذا ما ينطبخ عليه انك تطي انتبياتيك بروفالاكتك ممتاز نأتي للثالث احنا شنو قلنا قلنا واحد يا مصلح واحد يا ما مصلح او مصلح كامل او هذا شنو الثالث هذا مصلح نص نص معنى هذا مصلح جزء بس ضل عنده فهذا البيشن شنو حتى هو شنسوي له محبور نطي انتبياتيك بروفالاكتك اخر واحد واللي هو سهل جدا اي شخص عنده كاردياك ترانس بلانت شنو معنى اي شخص يسوي زراعة قلب وزراعة القلب ها شنو سوت له سوت له اي مشاكل بالفالف لاحظوا يا انه دائما نتكلم بالانفكتيف انتكارتاتيس نتكلم على الفالف دائما نتكلم على الفالف اي شخص عنده مشاكل بالفالف بروستيك كاردياك فالف موفوط شنسوイ له نطي انتبياتيك بروفالاكتك ممتاز جدا حسنا شنو نجي شنو الشغلات اللي mhssbqhhnbh safi البروسيدور جنسوه بالعيادة تستحق ان هذا البيشنت fundamental احنا مو ك struggle door نطي للبيشنت هذا انتباياتيك بروفالاكتق هاكو شاعلات معاينة وهاكو شاعلات شاعلات لا شنو قالوا قالوا انك ان punkt ان Senato انتباياتيك بروفالاكتك للا م government باختصار انا اوفر عليكم ان كنت تسوي هذه الشعالات الوحيدة اذا سوتها مش رطط البيشنت حتى لو كان ينطبق عليها الشروط اول شي اذا البيشنت راح تطيق بمنطقة نون انفكت تشيو معنى انت مو جاي مثلا تخلى عليه بس اذا اضطرت انك انت تطيق انستيزيا وبمكان نون انفكتت يعني ما بي اي انفكتشن عادي جدا انك انت ما تطيق اي انتو بايتك الشيء الثاني لما تاخد دينتل راديوغراف لما تصور بيشنت مجرد ان كنت تسوي الاندوم من قبل تسوي الى فالو اف تأخذ راديوغراف مو شرط انك انتو بايتك الثالثة شنو إذا تريد تركب اي تركيبة متحركة او شغلة لها علاقة بالأورثو يعني ما تضمن انك انت بها جرح وفتح ودم و تشيو سهل جدا بدون ما تطيشنه انتيبيوتك بروفالكتك الادجسمنت او الثالثو دونتك لو انت تركيب عندك مثلا جايك لزيارة انك انت شنو تعدل لن الوايرس تعدل لن البراكت ان شغلة ما لا علاقة بالمثل ما قلنا تشيو ما لا علاقة بالنسبة على بليدن اي شيء الى علاقة بالدم تقدر انك انت تستوي القيب بدون ما تطيش انتو بايتك بروفالكتك ممتاز، آخر شيء شنو؟ Shading of deciduous teeth and bleeding from trauma to the lips and oral mucosa لو أنت deciduous teeth كانت موبايلة وصار لها shading طاحت أو لما يكون عندك تراوما بسيطة ونصارها صارها باللب والأoral mucosa مشارط أنك شنو؟ تطيئ antibiotic prophylactic ممتاز جداً نجهز الآخر شيء والذي هو أهم شيء شنو الantibiotic إن نطيئها للبيشنط شقد الدوز حتى شنو؟ حتى نضمن أن هذا البيشنط أو نقلل من خطر الإصابة بالinfective endocarditis طبعاً هذا الدوز ما تطيئها؟ تطيئها من 30 إلى 60 يعني من نص ساعة إلى ساعة قبل أنك تتسوي له البروستجر يعني هو يأتي وينتظر دورك المفروض يأخذها قبل نص ساعة أو ساعة من أنك تتشتغلها ممتاز ما نطيئ أول شيء؟ أول شيء نطيئ المفروض المفروض نطيئ الأورالي نطيئ أموكسيسالا اللي هو الأموكسيل نطيئ 2 جرام أورالي أو نطيئ 50 ميلي جرام إذا كان بيدو أو طفل 50 ميلي جرام إلى كل كيلو جرام نحسب جد وزنه بعداً على حسب وزنه نطيئ اللي هو جد الدوز ممتاز إذا كان البيشينت لأي سبب من الأسباب ما يقدر يأخذ دور أورالي ما يقدر يأخذ حبوب ما نطيئ؟ نطيئ الأموكسيلين أو السيفازولين أو السيفترياكسون هذا اللي هو روسيفين نطيئ 1 جرام IM or IV والأموكسيلين نطيئ 2 جرام IM or IV اللي هو شنو بالعضلة أو كان انترافينوس يعني عن طريق الوريد ممتاز نطيئ ضعك أنا حساسية من البنسلين أو أموكسيلين ما يقدر تطفي؟ تطفي السيفالكسين وهو كيفلكس petitsين أو كلندمايسين السيفالكسين تطفي خلات 2 جرام أو كلندمايسين 600 ميلي جرام أو تطيل أزيتروميسين أو كلاريثروميسين وهو 500 ميلي جرام نطيئ لأني لدي حساسية من البنسلين وصنع الشساب الممتاز وما اقدر اخذ الحبوب هاي عن طريق شنو عن طريق الاورال شن مفروض نبطي مفروض تبطي اللي هو سيفتريعكسون اللي هو الروسيفين او السيفازولين او الكليندامايسين فوسفيت طبعا هذو اللي ججال تبطيهم تبطيهم واحد جرام اي ام اور اي في وبعدين كليندامايسين تبطي ستمائة ميلي جرام اي ام اور اي في وبنسبة الاطفال هاي هي حتى هي القيم طبعا اكو شغلة مهمة انه اذا كان لأي سبب من الاسباب هاي العملية البروسيدور الدنتال اللي ستسويها انت راح تكون اكثر من ست ساعات مفروض انت بعد ست ساعات تعاود لهاي الادوية يعاود ياخدها مرة ثانية يعني اذا انت مثلا بطيت قبل اتشتغلها بطيت مثلا ام اوكسينين 2 جرام وتأخرت زرع او اي شيء ثاني تأخرت ست ساعات فمفروض شو تبطي تبطي مرة ثانية 2 جرام من الام اوكسينسين فبهاي الطريقة وبهاي الادوية راح نحاول نحن نقلل او نمنع خطر الاصابة بالانفكتف اندوكارداتيس اذا كان هذا الفيشينت شنو ينطبق عليه او مثلا انه هو ات ريسك انه هو يصير له انفكتف اندوكارداتيس انه شنو يكون واحد من هذول الفيشينت فهذا هو اختصار شنو هذا هو اختصار الانفكتف اندوكارداتيس والدنتال مانجمينت مانته هذا كان درسنا لي اليوم اذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة عن طريق المكان اللي اشترك عليه كاتب عليه سبسكرايب او اذا تحب تشوف باقي المحتوى اللي قدمه تقدر تشوفه عن طريق الواتش نيكست على المكان اللي اشترك عليه ولا حين القاكم دمتم بخير جميعا اشتركوا في القناة